اشتركوا في القناة خلنا نبدأ مباشرة يا احباب بتوجه الى برنامج مايكروسوفت باوربوينت بداية خلنا نبدأ بتزيين الخلفية بنقر باليمين وبتوجه الى فورمات باكجراوند وبتوجه الى بكتر ومن ثم انسيرت فرام فايل وبحدد احد النماذج انت بتختار اي خامة لونية او اي منظر طبيعي حسب فحوى اللقاء او الدرس الانتعم قائم بتصميمه خلني اختار وليكن عندي على سبيل مثال هذا النموذج تمام ونبدأ الان على بركة الله طيب الان مثل ما انا شايفين انا ربما بدي ابدأ بعمل عرض تقديمي بيتكلم عن برنامج الادوبي برمير والمونتاج في ادوبي برمير ومحتاج انه يكون في عندي بهذه الحقيبة التدريبية او الملف التعليمي او العرض التقديمي تمام يكون في عندي مراجع لما اقدمها للطلاب العموم او جمهوري اللي عبي حضروا معي هذا اللقاء بعض المراجع يلي يرجعوا له فكيف انا ممكن اجيب مرجع مرئي تمام الى طلابي في برنامج باوربوينت عب اعلمهم في صناعة المحتوى المرئي بالعموم طيب العنوان لو رحنا الى قائمة التشغيل رح نشوف ان العنوان هو عبارة عن كورس متكامل في ادوبي برمير فالان احنا لو شغلنا يعني اي فيديو بيمكننا نسخ عنوان البروجيكت اللي هو عنوان مشروعنا اللي هو متعلق بعنوان ايش في عنوان الكورس التعليمي تبع من هو الادوبي برمير ونتوجه الى انسيرت وورد ارت وناخد احد الاشكال ونعمل كونترول زائد فيل حتى نحنا نضبط العنوان فقط لغير يكون عنا عنوان للمشروع او عنوان للشريحة الرئيسية انصح التعبير طيب الان ممكن اضبط الالوان بلون الابيض بيمكننا نتوجه الى انسيرت ونحضر اللوغو من اللوغويات نحن مجهزين اي لوغو انا رح ابدأ بالبحث عن اللوغو ادوبي برمير وارجع لكم بعد ما قمت بادراج اللوغو ادوبي برمير رح نحط اللوغو بمكان معين تمام طيب هذا عبارة عن تزيين بسيط لشريحتنا الاولى بنعمل الان يعني عندي تكرار للشريحة ممتاز الان اه بالشريحة الرقم اتنين رح اضع فيها الدرس الاول او المرجع الاول بنتوجه الى انسيرت وبتوجه الى فيديو اونلاين فيديو بجي بنقر عليها تمام هو الان رح يطلب مني عنوان اليو ار ايل للفيديو المراد ادراجه من الانترنت في داخل باوربوينت تمام فانا بتوجه الى المستعرض وبنقر باليمين على الفيديو المراد اخذه ومنختار نسخ عنوان يو ار ايل تمام عنوان يو ار ايل يعني هو عنوان هذا الفيديو على شبكة الانترنت بتوجه الى باوربوينت وبعمل بيست او لصق للابط بهذا المكان. راح يتم البحث عنه مباشرة واستعراضه ضمن النتائج. متل ما انا شايفين. واضغط على مفتاح الانسيرت. راح يتم تحميل الان. ليس تحميل الفيديو انما تحميل كرابط الى داخل برنامج الباوربوينت. بامكانك انك تكبر وتزغر. تمام? هذا الاطار. وهذا الاطار انت تعامل معه معاملت صورة بالضبط. يعني فيك يعني تتعامله كمعاملت صورة بالضبط. وايضا راح نشوف انه في عندي تمام? وعندي لموضوع كيفية التشغيل. من في عنا كتير تنسيقات لكيفية تعرض اه اطار الفيديو. الاطار كيف بتحبي نعرض? فبنعرض تماما متل اي صورة محطة تنسيقات الصور هي ذاتة اللي يقولون احنا نطبقها. خلني على سبيل المسال اخد شيء سمبل وبسيط. تمام? ازا حبيت تعامل عكاس لألو تعامل اي شيء. ما عندك مشل بالموضوع. راح نشوف شو العنوان اللي عنايا للفيديو. وليكن عندي مسلا مزامات مشاهد الفيديو مع الموسيقى. تمام? باخد كنترول زائد سي. وبنرجع الى باوربوينت. تمام? نعمل تكرار لمربع النص اللي كنا اخدينه. وبالاسفل بنعمل بيست او لصق للعنوان. عنوان الفيديو. تمام? ممكن نزينه في بعض التزيينات. ممكن اختار وليكن عندي اللون الاصفر مناسب. نختار وخلني اختار نوع خط مناسب. منغير نوع الخط. وليكن عندي هذا النوع مسلا. ومن الشيب فورمات من محاذا الى المنتصف. الان برجع بحدث على الفيديو بنجي الى وبنختار يكون عندي التشغيل التشغيل يعني لما انا افوت الى الشريحة يشتغل معي الفيديو بشكل طبعا هو راح يحمل من الشبكة ويبدأ الفيديو بالعمل متل ما انا شايفين مباشرة وراح يشتغل معك الدرس تعليمي كامل. يشتغل معنا درس تعليمي فيديو تعليمي كامل بتحمله الى داخل آآ برنامج الباوربوينت وتتعلم منه بطريقة جدا جميلة واحترافية. لكن الموضوع الجميل وين انك راح تعتمد على لينك او رابط موجود على اليوتيوب ونربطه مع آآ الباوربوينت بالذات. خلنا نعطي ومناخد مرة تانية ومناخد رابط اخر او درس اخر. وليكن عندي على سبيل المسال الدرس التاني. تمام عندي تعرف على كيفية صناعة الانتقالات. تمام? خلني اخذ العنوان. كنترول زائد سي. وبنرجع الى باوربوينت ومنغير العنوان. بامكاني اعمل نسخ للتنسيق من هذا النص مربع النص كامل. وبرجع الى الشريحة الاخيرة ومننقل لمرة واحدة فقط لغير. عشان اعمل لصق للتنسيق ومنختار سنتر. راح نحزف الفيديو السابق وبرجع بنفس الطريقة. ونختار عنوان نسخ عنوان اليو ار ايل. وبنرجع الى باوربوينت نتوجه الى انسيرت. فيديو اولاين. كمان بنعطي عنوان اليو ار ايل مباشرة. كنترول زائد في. راح يبحث عنه ويلاقينا اياه وبعطي انسيرت. بنتزل الاحصارات حتى يتم ربط. الفيديو من اليوتيوب مع اه مع الباوربوينت مباشرة. بناخد مساحة معينة لالو. بنضع تنسيق يعني بالطريقة يلي بتناسبنا. كنا ماخدين هذا اول واحد. تمام. الان خلني اعمل شريحة تالتي. تمام? ومنختار درس اخر. ولكن عندي الحزم الاضخم. مسلا شرح قائمة مسال. تمام? طبعا انا بدعوكم لمتابعة الكورس الكامل في المنتاج الاحترافي في برنامج اه ادوبي برميير بنسخة الالفين واثنين وعشرين. تمام? الكورس مفتوح بشكل كامل على قناة حكاية شغف. فانا اتشرف فيكم وبمتابعتكم ان شاء الله. الان شرح قائمة خلي اعمل انعكاس. اه تمام? لكاس الاتجاه طبعا. بين يمين يسار وهي يسار يمين. احزف الان الفيديو اللي كان موجود. وبنرجع كمان نختار نسخ عنوان. بمكانك تاخد هذا الرابط الموجود بالشريط الانتقال هو نفسه ما عندك مش لي فيه. وبنتوجه الى باوربوينت. وبنختار انسيرت فيديو. وبنختار انسيرت فيديو اونلاين. وبننصق الرابط مرة تانية رح يقوم البحث عنه مباشرة ومن ثم انسيرت. جميل جدا جدا. ممكن احنا نرجع نكبر. تمام? حسب المساحة يلي عنا ايها او يلي من الغبلة او يلي نحن مخصصينها. جميل للغاية. نفس الشيء منتوجه الى بلاي باك وبنعطي التشغيل يكون عندك توماتيك. ونفس الشيء بالشريحة السابقة خلنا كمان نعمله توماتيك. الان بالشريحة الاولى وهي الشريحة الرئيسية رح هتوجه الى انسيرت وبنختار زوم بنختار زوم سلايد. وبنحدد شريحة التانية والتالتة والرابعة. وبنعطي لان فيهم مصغرات الفيديوهات او مصغرات الشرائح انصح التعبير. ناخد الاولى لهون. وعننا التانية وعننا التالتة. بهذا الشكل ممكن تضع عنوين لالون او ممكن عنوينهم هي واضحة. لكن فيك انت ترتبهم بطريقة جميلة جدا. فيني الان احدد وبرجع الى اه توويب الزوم. ومنعطي يعني ارجعني عند النقر مرة تانية. ومنعطي زوم بحيس نعطي تفريغ للخلفية ويكون عندي زوم بشكل جميل. وياخد من خلفية الشريحة نفسها. ازن نعطي زوم وحتى يرجعني مرة تانية الى الشريحة الاصلية. بمعنى احنا لو شغلنا الان. تمام? ونقرنا على هذا المفتاح راح ياخدني بشكل زوم ويشتغل معي الفيديو بشكل تلقائي. هلا راح نشوف اشتغل معي الفيديو بشكل جميل جدا. ولو انا نقرت باي مكان راح يرجعني الى القائمة الرئيسية. هذا هو الغرض من الآن هذه الصوريات هذه الصوريات محتاج تكون صور البرنامج واضع بعنوان بالاسفل. فممكن او يمكن شرحنا باكتر من اللقاء كيفية تغيير هذه الصورة كصورة مصغرة. برجع الى الزوم وعندي شي اسمه راح نختار وخلني اخد اللوغو الخاص للبرميير نفسه. تمام بهذا الشكل. تمام. نفس المبدأ طبعا انت ازا عندك صور تانية بامكانك تغيرها. انا حتى ما او طيل كتير عليكم راح اخد نفس الصورة للبرميير. تمام? لكن تماما حيث المبدأ اه هو نفسه وهو واحد. الان راح اخد العنوان الاول. كنترول زائد سين. برجع الى الشريحة الرئيسية وكونترول زائد في. مزمنة مشاهد الفيديو مع الموسيقى. بجعل له توسيط. ممكن تتنسقه بالطريقة يلي بتناسبك. تمام. وعن هذا العنوان التاني كمان بختار كنترول زائد سين. وبنجي لهون بختار كنترول زائد في بامكانك تنسخ التنسيق او انك تزغر بطريقة يدوية ما عندك مش لكمان بالموضوع. برجع بختار توسيط منزغر حجم الخط الى ما يتناسب نفس المبدأ. بجي الى الشريحة التالتة وهي الشريحة الاخيرة. تمام? ونعمل لصق نفس المبدأ. شرح قائمة كنترولز. تمام? خلني اختار توسيط ومنزغر حجم الخط. ونفس المبدأ انت بتكرر كل العنوان بنفس الطريقة. يعني انت لو عندك ست ارتباطات خلني اختار كنترول زائد وهذا عبارة عن تمليت او مثال يعني. وفيك تغير بنفس الشكل تمام? وتصنع يعني شريحة افتتاحية احترافية. تمام? لعنوين اه دروس وتعمل كورس متكامل حتى لألك. انت زي كنت عمالي بتقدم دروس رياضيات. بتحمل فيديوهاتك على اليوتيوب. وبتربطهم بعرض تقديمي على باوربوينت ويتقدموا لطلابك. فلو شغلنا راح نشوف الطريقة جميلة بكيفية الوصول الى فيديوهاتنا التعليمية بنكل لمرة واحدة. فرح يتم استعراض الفيديو بشكل جميل ويتم شرح الفيديو بشكل كامل. تمام? خلني اعمل موت للصوت. بتشوف الفيديو بشكل كامل. طبعا هو محمل على الانترنت. بس اللي انتهيت بتنكر باي مكان عشان يرجعني الى الشريحة الرئيسية. نفس الشيء لو جيت الى اي درس اخر. بنكل مرة واحدة راح يتم نقلي وتشغيل الفيديو بشكل تماتيكي. واشاهد الفيديو بالكامل من لما انتهي فيني انا ارجع بالنقر باي مكان. لو اخذت الفيديو التالت راح ايضا ينقلني بطريقة جميلة جدا جدا الى الفيديو رقم التلاتة. واتابع الدرس بشكل كامل. سواء متل ما قلت وكان عبارة عن مراجع كان عبارة عن مراجع تعليمية او انت فيديوهاتك نفسه بتحب انك ترجع تقدمها لطلابك بطريقة احترافية في برنامج باوربوينت. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللاق في كم. فتكرم لا تنسوا متابعتي ودعمي والاستفادة من كورس المنتاج الاحترافي في برنامج ادوبي بريمير بنسخة 2022. والفهم الكامل لكل ادوات هذا البرنامج الجميل في انشاء المحتوى المرئي. اترككم برعاية الله والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة